الإطار التنسيقي يعلن مضيه في تشكيل الحكومة مهما بلغ حجم الضغوطات هل فعلا سيتمكن من تشكيل الحكومة من أين له كل هذه الثقة هل مثلا يراهن على عامل الوقت تملم المتظاهري التيار الصدري أم العكس صحيح بداية مساء الخير لك والمشاهدي قناة التغيير الكرام والضيف الكريم للأسف المشكلة اليوم اختزلت الدولة بالإطار والتيار وهذه إشكالية حقيقية يجب أن نوقوف عليه حتى من قبل قنوات الفضائية والمراقبين والمحللين السياسي وكأن العراق اليوم خلصت المشاكل سوى فقط بين إطار والتيار وهذه مشكلة حقيقية بالتالي بعد 2003 فلسفة بناء الدولة غيبت عند من تصدوا للمشهد السياسي أس المشكلة أصلا هو مفهوم الدولة وأس المشكلة اليوم ترتب ما بين الإطار والتيار على كيف إدارة هذه الدولة ولكن للأسف هي الدولة أصلا اختطفت مثل ما ذكر زميلي أستاذ علاء قال أن الدولة أصبحت مصافة الدول فاشلة العراق اليوم دولة هاميشية في المجتمع الدولي ولكن للأسف غياب المفهوم الوطني والإرادة الحقيقية تجذرت لدى المتصدل المشهد السياسي وبالتالي وصلنا إلى ما هو الآن من انسداد وعقم وسياسي في العملية السياسية وأصبح هناك تعفم في طبيعة العملية السياسية وهذا التعفم لا بد أن يستأصل بالتالي بالعودة إلى سؤال أستاذ سعد الإشكالية هو ليس في كيف نستطيع أن يدير اليوم هناك معادلتين معادلة تملك قوة الشارع ومعادلة لديها السلاح فبالتالي هذا المعادلة الضحية هو الشعب العراقي أعتقد الإطار اليوم سياسة النفس الطويل من قبل الإطار وبالمقابل من قبل التيار غير مجدية من يدخل إلى مفهوم السياسة وهذا اللعبة السياسية يجب أن لا يبعد عن الحوار ونتفق مع زميلي الكريم أستاذ علاء لغة الحوار هي الأولى في التعاطي مع العمليات والانسدادة والإشكاليات السياسية يجب أن لا نسكر أبواب التحار فبالتالي عندما يكون هناك تصلف في المواقف في الإرادة والتعاطي مع الإشكاليات السياسية سوف يكون هناك إشكاليات تصب في صميم عمل المواطن ووقود المواطن العراقي نحن اليوم ذهبنا إلى انتخابات المبكرة انتخابات المبكرة أتت في برلمان فشل عن تقديم حكومة حقيقية تمثل إرادة طموح الشعب العراقي فبالتالي وصل الحال إلى ما هو عليه الحل ليس في الحال الحال يجب أن تكون لدينا إرادة حقيقية لأن اليوم إذا حتى ما اتفقنا وجرت انتخابات سوف يكون هناك تغيير 10 أو 15% إذا كان هناك تغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر